ستجرى في موعدها تأكيد المؤكد في بيانات مفوضية الانتخابات الرسمية لإجراء الانتخابات في العشر من تشرين الأول ولا رجعت عن هذا من ناحية أساسية حول الوصول إلى عملية انتخابية ناضجة بشروط تحقيقها صوت مجلس النواب على حل نفسه وشكلت المحكمة الاتحادية وحدد موعد الانتخاب من قبل رئيس الجمهورية تعلن المفوضية مشاركة 253 حزبا سياسيا ومراجعة أوراق 63 أخرين أما المشاركة الدولية فهناك رغبة جدة من قبل سفرات عربية وأجنبية للرقابة على عملية الاقتراح كل هذا يوضع في كفة ميزان لكن في الكفة الأخرى يجري الحديث عن عدم اكتمال عمليات التسجيل البيومتري التي ستدفع تحالفات إلى المقاطعة إذ تسيطر عليها مخاوف السلاح المنفلط والمال الفاسد في التحكم بالنتائج ليس هذا فحسب إنما إلغاء المفوضية لعقد مع شركة بريطانية متخصصة بفحص البرمجيات والأجهزة الانتخابية بعد ثبوت تقديمها بيانات غير حقيقية قد يقرأ في حسابات التحليل على أنه تأخير لموعد الاقتراع وهو منفته المفوضية بتأكيد على الموعد الحتمي أما على سكة الوصول إلى محطة الانتخابات الآمنة تسمع أصوات انفجارات استهداف البعثات الدبلوماسية وتفجير بغداد الأخير وما حدث في أربيل تسمع بآذان ساغية إلى تكرار فوضى التخليب تزامناً مع موعد الانتخابات بهدف بعثرة أوراقها أيام حاسمة ينتظرها الشارع العراقي على أمل أن لا تعصف كل هذه التفاصيل بالعملية البرلمانية التي يتعطش لها أبناء الرافدين لتنجب مشهداً سياسياً أكثر نزاهة وشفافية